اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم فيديو جديد معنا عبدالغفيص وانا صدرت تحديث iOS 16.2 واحد من أهم التحديثات التي استخدمتها في الإصدار التجريبي وكذلك قدم مجموعة من المزايا لأرى أنها رهيبة وقدم استقرار وحلول الكثير من المشاكل يمكن أن كان من أكثر التحديثات الفرعية وستقرار التي جربتها على البيتا في هذا الفيديو سأتحدث عن طريقة التحديث وكذلك أهم المزايا التي توفرت بهذا التحديث ولكن كالعادة أتمنى أن تشترك في القناة لو كنت غير مشترك وتفعل جرس التنبيهات دعني أعرض لك قائمة الأجهزة المدعومة بهذا التحديث وهي نفس الأجهزة التي يدعمها تحديث iOS 16 فإذا كان جهازك من القائمة الموجودة الآن فتقدر أن تحدث هذا التحديث الجديد بداية نتوجه للإعدادات ثم عام بعدين تحديث البرامج وبعد ذلك يظهر لك التحديث الآن بهذا المكان مثل ما ترى الآن ظهر وحجمه 1.29 غاية فنعم الحجم كبير نضغط على تنزيل وتثبيت بعد ذلك يقول لك أدخل رمز الدخول الفكرة دائما أنه أثناء التحديث ممكن أن يتأخر أو يكون في بطء يعني خاصة أول ما ينزل التحديث في هذا شيء طبيعي يكون في ضغط على السيرفرات وكذلك على حسب سرعة الإنترنت الموجودة عندك أيضا مهم جدا أنك يكون مثلا في عندك البطارية 50% وأعلى كذلك طبعا يفضل أنك تأخذ نسخة احتياطية إما عن طريق اللي هو الاي كلاود أو كذلك عن طريق اللي هو جهاز الماكة والآيتونز إذا كان عندك اللابتوب فيفضل دائما قبل أي تحديث خاصة إذا كان تحديث رئيسي أو أساسي مثل التحديث هذا ممكن أنه لا يصير لك شيء وغالبا أنه لا يصير شيء للجهاز لكن يعني دائما ننصح أنك تأخذ بكب أو يكون في عندك نسخة احتياطية أنا شخصيا موجودة عندي على الاي كلاود فلو رحنا على الاي كلاود وبعدين الناس خلي احتياطية مثل ما تشوف فيكون فعال فينسخ لك كل الأجهزة الموجودة عندك وتضمن بإذن الله أنه ما يحصل لك أي مشكلة أو ما تضيع أي بيانات عندك طبعا التحديث في مجموعة من المزايا اللي بنتكلم عنها بعد شوية أو بنشوفها لكن كذلك برضو في إصلاح ومجموعة من الأخطاء اللي كانت موجودة بالسابق فعندنا اللي هي ميزة المساحة الحرة كذلك الميزة الخاصة بالابل ميوزيك أيضا شاشة القفل اللي بنتكلم عنها خاصة للأجهزة اللي إذا معاك الايفون 14 برو أو الايفون 14 برو ماكس وكذلك الشيري بلاي الخاصة بالجيم سنتر أيضا عندك للمنزل وتحسين على مجموعة من الأخطاء مثل ما قلنا يمكن أهمها إصلاح المشكلة اللي كانت موجودة في مزامنة الملاحظات مع الاي كلاود فيه كان يعني كثير من المشاكل أو كثير من المستخدمين واجهوا هذه المشكلة فمع هذا التحديث بإذن الله أنها بتكون أمورك كلها تمام طبعا الآن بعد ما يخلص بتضغط على تنزيل وتثبيت التحديث وبعدها بيسوي إعادة تشغيل للجهاز وحنتكلم عن المزايا الجديدة طيب الآن بعد التحديث بنشوف أيش المميزات الجديدة اللي صارت ففي عندك مثل ما تشوف المساحة الحرة هذا التطبيق الجديد اللي تقدر أنك تكتب فيه أو تسوي العصف الذهني أو حتى التصاميم الميزة اللي فيه أنه بيكون مشترك مع الأشخاص فممكن أنك تسوي دعوة الأكثر من شخص ومثلا أنا قاعد أكتب هنا فيجي الشخص الثاني برضو يكتب بنفس الوقت ويطلع عندي يعني بنفس اللحظة فرهيب يعني مثلا خلي نقول للفرق فرق العمل مثلا بالدوام في عندكم مجموعة من الأفكار ممكن أنكم تتشاركون فيها أو أنك تستخدمها أنت بشكل شخصي وتكتب فيه وبعد كذا تسوي مشاركة مع منتحب كذلك في عندنا ميزة رهيبة اللي هو لما نروح للإعدادات ثم عام ثم الإرسال السريع اللي هو الخاص بالإيردروب الآن صار فيه الجميع العشر دقائق فأول كان فقط الجميع ويكون مفتوح بشكل كامل أو بشكل عام الآن بيكون مفتوح فقط العشر دقائق بعد العشر دقائق هذه بقفل أو أنك تخليه طبعاً على جهات الاتصال فقط ومرح أحد يقدر يرسلك اللي يكون من ضمن جهات الاتصال أيضاً من المزايا الرهيبة والجديدة اللي هي التعديل على شاشة Always Undisplay فهذه لما نروح إلى شاشة العرض والإضاءة وبعدين عندك تشغيل الشاشة دوماً لما تضغط عليها الآن مثل ما تشوف أظهرت لك بعض الخيارات الجديدة اللي هي إظهار الخلفية وإظهار الإشعارات طيب، الآن دعنا نشوف هذا شكل الشاشة بالوضع الحالي لما نجي نشيل أظهار الخلفية وإظهار الإشعارات بتكون بالشكل هذا يعني فقط اللي هو اللون الأسود ظاهر فممكن هذه برضو بتساعدك اللي هو خنقول على توفير البطارية وما تسبب لك زعاج وأيضاً ما تظهر الإشعارات كذلك عندما تذهب إلى شاشة القفل ونضغط عليها ونسوي تخصيص تم إضافة الآن مجموعة من الوجة الجديدة ففي عندك اللي هو النوم الآن تم إضافته وممكن أنك تضيفه على شاشة القفل كذلك فيه اللي هو الخاص بالأدوية برضو تم إضافة الوجة الخاص فيه طبعاً كذلك تطبيق المنزل حصل على مجموعة من التحديثات الجديدة وتم تحسينها بشكل أفضل كذلك الجيم سنتر المحبي للألعاب صار الآن فيه يدعم ميزة الشير بلاي فتقدر أنك تشارك أثناء مكالمات الفيس تايم تشارك الألعاب الخاصة فيك هذه كانت أهم المزايا بالإضافة إلى الإصلاحات وحلول المجموعة من المشاكل يمكن من أهمها مشكلة الملاحظات مع المزامنة في الأي كلاود فتحديث جميل ممكن أنك تحدث له الآن مباشرة ومثل ما قلنا تأكد أنك تأخذ نسخة احتياطية يفضل حتى لا تفقد أي معلومات وكذلك اكتب لي إذا لديك أي استفسارات ولا تنسى الاشتراك واللايك وأراكم في الفيديو جاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة